بمجرد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن بداية حملته العسكرية في أوكرانيا حتى أطبق عليه الخصوم الغربيون بحزم من العقوبات تماماً كما أطبقت القوات الروسية على إقليم دونباس ومدينة خاركيف والعاصمة كييف من كل جانب أولى العقوبات الغربية على روسيا ما أقره المستشار الألماني أولاف شولتس بتجميد العمل بخط الغاز نوردستريم 2 ليليها تجميد أصول كبار الشخصيات الروسية وعلى رأسها الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف وتجميد أرصدة البنك المركزية الروسية إلا أن العقوبة الاقتصادية الأشد قسوى هي قرار إبعاد المؤسسات المصرفية الروسية من نظام سويفت المالية حتى الطيران الروسي لم ينجو من سلاح العقوبات الغربية ودول البلطيق بقرارها غلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية لتجد روسيا نفسها معزولة جوا من الجهة الغربية العملية الروسية في أوكرانيا صاحبها أيضا ضغط دولي على تركيا لتفعيل معاهدة مونترو التي تجعل من أنقرة لعبا مهما في الصراع العسكرية كونها عضوا في النيتو وحليفا استراتيجيا لموسكو وتثار تساؤلات فيما إذا كانت تركيا ستقوم بالاستجابة لأوكرانيا وتغلق مضيقية البوسفور والدردانيل بوجه السفن العسكرية الروسية أم أنها ستفضل الاكتفاء بلعب دور وسيتين في الأزمة وإن رجح مراقبون أن أسلحة العقوبات قد تحقق مكاسب ميدانية على الأرض إلا أن تلك العقوبات قد يكون لها وقع على الدول الغربية نفسها بما للعملاق الروسي من توغل حتى في المؤسسات الاقتصادية الغربية وما له من بدائل تمكنه من تفادي الضربات الاقتصادية التي يوجهها له الخصوم وقد تكون الصين ملاذا لبوتين للتعويض عن خسائر روسيا في مواجهتها للغرب